اشهد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالجهود المقدرة للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال مراسم إحياء ذكرى عشراء وتهيئة سبل النجاح وتوفير كافة المقاومات المطلوبة لهذه المناسبة والتي ستبقى بخصوصيتها وطابعها الروحاني أبرز أركان الحريات الدينية والتعددية المذهبية التي تنعم بها مملكة البحرين على امتداد العصور ثمن جلالته الجهود الحثيثة والمتكاملة التي قامت بها الأجهزة الحكومية كل في مجاله لإحياء ذكرى عشراء مشيدا بتقديم كافة الخدمات الأمنية والمجتمعية وإحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وأريحية منوها جلالته بجهود جميع المؤسسات والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الأوقاف الجعفرية والعلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المأتم واللجان المشرفة وجهود فرق العمل الميدانية من المتطوعين مقدرا أيده الله ما أبداه الجميع خلال أحياء هذه الذكرى من وعي ومسؤولية وطنية شاكرا حسن المتابعة ودقة وسلاسة التنظيم وأضاف جلالته أن أحياء ذكرى عشراء هذا العام اتسمى بأعلى مستويات من الانضباط والتنظيم بما يؤكد رحابة البحرين كمجتمع منفتح ومتجانس وواحة أخاء وسلام وسط عالم لا سبيل أمامه إلا التعايش والتعاون من أجل صالح الجميع